اشتركوا في القناة من الصراعات والخلافات التي تهدد امنه وسلامته واستقراره ملحمة عظيمة خرج فيها الملايين الى الشوارع والميادين وهم على قلب رجل واحد لرفض استمرار حكم جماعة الاخوان التي دفعت البلاد في عام واحد الى الاضطرابات وغياب الامن والفتنة الطائفية والسياسية ومواجهة المعادلة التي ارادوا فرطها اما نحكمكم واما نقتلكم كل الجمعة دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيضمروك وهيضمروا مصر للمرة الثانية في عامين يخرج الملايين من الشعب الى الشوارع ليصحح مسار خروجه الاول وعندما اجتمعت ارادة الشعب مع ارادة القيادات الوطنية استجاب جيش مصر ليفرض مطالب المصريين تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة اجراء انتخابات رئاسية مبكرة على ان يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا ادارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد كانت ثورة الثلاثين من يونيو هي صرخة الشعب لرحيل جماعة موتوا بغيضكم والتي بعثرت كل المخططات تجاه مصر وشعبها من الفوضى الخلاقة الى الشرق الاوسط الجديد وهي المخططات التي قرأها المصريون في عام واحد وادرك ان لا خير في بقاء الوضع على ما هو عليه 11 عاما مرت على الثورة التي انطلقت بعدها عملية بناء مؤسسات الدولة واطلاق مشروعات التنمية العملاقة التي تعمل على تغيير وجه الوطن والارتقاء بوضع المواطني ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط به دوليا واقليميا ولكي تحرز الدولة المصرية تقدما في كل المجالات هدفه الاول هو رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة له على كل المستويات وفي كل الخطاعات لتبقى تلك الثورة علامة في تاريخ مصر الحديث على قوة الشعب وقدرته على التغيير وامتلاكه لمؤسسات تعبر عنه وعن مطالبه تاريخ مصر الحديث ترجمة نانسي قناة ترجمة نانسي قنقر